بو محمد قبل شوي يمكن كنا قاعد نتكلم عن دورك كوزير خلال ذيك الفترة لما استلمت منصب وزير التجارة كان هناك بيروقراطية الكويت كانت غارقة في البيروقراطية هل حاولت أنك تحلها؟ والله يعني هذه الأمور ليست سياسة فرد ليست سياسة وزير يجب أن تكون سياسة دولة حل القضايا هذه يجب على مجلس الوزراء بمكوناته هو اللي يقوم بهذه الأمور الوزير يأتي لتنفيذ خطط المفروض يكون هناك خطط مدروسة وموضوع بالاعتبار أي وزيري حتى لو يصير تشكيل وزاري جديد الوزراء الجدد ليون يتماشوا مع البرنامج الحكومي فاللي حاصل في الوقت اللي أنا كنت موجود ويأني من الغرفة طبعا طبعا رجعت إلى أدبيات الغرفة وجدت في الستينات رجالات الغرفة يتكلمون عن أساسيات اثنين يعني نعم اللي هو تعدد مصادر الدخل وتعديل التركيبة السكانية فأنا كوزير شؤون بديت أعالج كيفية إعالة النظر في التركيبة السكانية وبديت أشتغل عليها وأحد من عملية العمالة السائبة والعمالة الهامشية وبديت أضع جداول لكيفية دخول النوعيات البشرية التي تتخلى الكويت وحتى قلت لهم أن أقل من متوسط ما يدخل الكويت ثالي رفعتها إلى ثانوي الناس ضجوا شافوا أن الوضع مو طبيعي أنت بتدخل مستوى معين من العمالة نعم وهذه العمالة كلما يرتفع مستواها التعليمي الأموال والأجور التي تأخذها تدورها في الاقتصاد ما تطلعها بره وشجعت أن يبون عوائلهم بعد كذلك لأن اللي يبعى ألتها هي طبعا يأجر ويأجر وأبناء في المدارس فصير الأموال داخل الدورة الاقتصادية الكويتية نعم ييت طبعا حق تعدد مصادر الدخل في وزارة التجارة كوزير التجارة ييت قلت يعني يجب أن يكون هناك فيه يعني معالجة للقضايا المرتبطة في الحرفيين الحرفيين الكويتيين في بعض بعضهم عندهم يعني صناعات يجب أن تشجع ويجب أن ندخل الشباب الكويتي فيها فصار هناك توجيه إلى هيئة صناعة بالاستعواذ على هؤلاء اللي هم الحرفيين ويعطاهم مثلا أراضي والبنك الصناعي يعطيهم قروض ونشجع الكويتيين بأنهم يدخلون القطاع الخاص ويدخلون العمل الحر فاجتهاد شخصي على فكرة نعم وليست رؤية حكومية فكيف كل وزير إي في التربية يبي يقوم بالتصرف بموجب رؤيته ميجوز يجب أن يكون هناك رؤية متكاملة مثل رؤية سمو الأميرة اللي يحفظه قال يبي لكويد أن تكون مركز مالي وتجاري المفروض وزارة التربية مناهجها تصب في هذا الاتجاه نعم وزارة الأشخال نفس الشيء وزارة التجارة مخرجات التعليم يجب أن تكون بموجب هذه الرؤية ما عندنا هذا الشيء حملة كاملة فزعة فزعة متكاملة يجب أن تكون هذا كله مو موجود عندنا ولذلك الوزراء يتحركون بموجب رؤام الشخصية يعني محمد ما لهم هم الوزراء حتى الوزير نعم ما لهم ما لهم ليش لأن ما عنده يعني خطة متكاملة يشتغل فيها ويشتغل بموجب برنامج متكامل هذا مو موجود هذه الاجتماعات والأمور اللي تحصل وكل يجتمع كل فترة في مجلس الوزراء ودائما هناك متابعة وين قعد تروح الاجتماعات هذه وين نتائجها وهم صحيح يجتمعون لكن مو بموجب فكر متجانس وليس بموجب خطة خمسية وأنا قلت لهم جماعة في وزارة التخطيط ومجلس التخطيط يجتمعون على أساس ويبعون آراء قربة التجارة قلت لهم يا جماعة أنتوا توجهكم كل لبناء الحجر على الأقل سووا خطة لبناء البشر نعم خطة لبناء البشر ماكو فإحنا تنقصنا هذه الأفكار تنقصنا هذه الخطط المتكاملة يعني وكل خططنا مجزئة وكثير منهم مطبق حتى قوانين صدروها مثلا قانون التخصيص صدر في 2010 تشوفين قانون للتخصيص قاعد يطبق بكويت لا الحين ماكو فإحنا عندنا مشكلة وهذه المشكلة إدارية وغرفة التجارة والصناعة صدرت مذكرة ونشروها بالصحف بأن إحنا مشكلتنا مشكلة إدارية إذا ما هي الدولة ومجلس الوزراء والوزراء يضعون استراتيجية متكاملة لهم ما بالإمكان أنهم يقدرون ينفذون خطط وأفكار فتنتهي العملية كلها باجتهادات فردية